بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني أم مع استجارتي لعفوك تسلمني حاشا لوجهك الكريم أم تخيبني ليت شعري هل الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليت غالمت لدني ولم تربني وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني فتقرب ذلك عيني وتطمئنها له نفسي إلهي هل تسود وجوهان خرت ساجدتان لعظمتك أو تخرس ألسنتان نطقت بالفناء على مجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تدلها بمهانة هجرانك وضمير إن عقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك نعم إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالة الأحوال وغالة الأوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين